صدى الشارع أهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج صدى الشارع على هوا راديو روزنا وأيضا عبر خدمة البث المباشر على صفحة روزنا الرسمية في فيسبوك تشير المعطيات على الأرض في شمالي سوريا إلى اقتراب افتتاح معابر بين مناطق سيطرة النظام السوري والمناطق الخارجة عن سيطرته شمالا التي تقع تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وبدرجة أقل هناك حديث يتكرر عن إعادة افتتاح معابر بين مناطق سيطرة الجيش الوطني والنظام السوري في ظل هذه الأنباء التسريبات بأنه التجهيزات على قدم وساق خاصة فيما يخص معبر سراقب الذي يفصل ما بين مناطق سيطرته هيئة تحرير الشام والنظام السوري نقاش في الشارع حسب مراسلين وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن كانت هذه إرهاصات أو مؤشرات لا بداية تطبيق تفاهمات سياسية ما بين الطرفين أم أنها لتحقيق منفعة إنسانية نسأل في حلقة صدى الشارع نسأل في حلقة صدى الشارع اليوم عن رأيكم أنتم هل تعتقدون بأن إعادة افتتاح المعابر الداخلية شمالي سوريا أو بشكل عام ستعود بالمنفعة الإنسانية والاقتصادية على المدنيين؟ أو كما يقول البعض بأنها ستعود بالنفع حسب وصفهم على خزائن الفصائل والقوى المسيطرة فقط هذا هو موضوع نقاشنا لحلقة اليوم السؤال الرئيسي الذي طرحنا أيضا على فيسبوك بانتظار استقبال اتصالاتكم لا تترددوا بالمشاركة في هذه المساحة المخصصة بالكامل لا سمع رأيكم بمواضيع وأحداث وقضايا تهمكم أنتم إذن يمكنكم الاتصال عبر الواتساب 02-90-35-02-52-3-8 واتصال أرضي من تركيا 0-850-4-4-7-65 إذن شاركونا وجهة نظركم وآراءكم فيما يتعلق بموضوع النقاش بحلقتنا لليوم الموضوع اللي يعني يشغل اهتمام نسبة لا بأس بها من السوريين على الأقل من يقتم في شمالي سوريا البعض يرى بأنه هذا الأمر سيعود بالنفع عليهم منفعة اقتصادية منفعة إنسانية البعض يرى بأنه سيعود بالضرر عليهم لا ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية ارتفاع سعار البضائع تفضيل التجار والفلاحين بأن يصدروا منتجهم لمناطق سيطرة النظام هناك أيضا يعني مبدأ سياسي لدى البعض سواء بمناطق سيطرة النظام السوري أو في شمالي سوريا تعتبر إعادة افتتاح المعابر هو شكل من أشكال التطبيع ما بين الطرفين وهي بداية لتطبيق تفاهمات سياسية جرت ما تحت الطاولة هكذا يقولون والبداية بافتتاح المعبر ماذا عن رأيكم أنتم؟ عن وجهة نظركم اليوم في معابر داخلية تفصل ما بين المناطق السورية على اختلاف القوى المسيطرة سواء الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية شمالي شرقي سوريا النظام السوري هيئة تحرير الشام الجيش الوطني والحكومة السورية المؤقتة كل هذه المناطق تفصل ما بينها معابر رسمية مغلقة بعضها والنسبة الأكبر منها مغلق أيضا هناك نقاط تهريب وأيضا هناك معابر لدخول الحالات الإنسانية في حال أعيد افتتاح هذه المعابر برأيكم هل ستعود بالمنفعة الاقتصادي وأيضا المعيشية وأيضا الإنسانية على المدنيين أم لا؟ بانتظار استقبال اتصالاتكم وأيضا خلال الحلقة سأحاول بأن أعرض معلومات عن واقع هذه المعابر الداخلية المنتشرة باتت في سوريا يعني عددها جيد ما بين المناطق التي يعني ما أن تنتهي مناطق ونفوذ قواما حتى تشاهد رايات جديدة أعلام مختلفة عناصر مسلحين على هذه الحواجز البعض منها مغلق يعني البعض الآخر مغلق بالاسم وهناك حركة تهريب أيضا هناك الحديث الآن وهو الموضوع اللي دفعنا لا أن نخصص هذه النصف ساعة من صدى الشارع لا النقاش معكم أنتم هناك حديث بأنه معبر سراقب وهو معبر رئيسي يفصل ما بين مناطق سيطرة النظام في محافظة إدلب وأيضا مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام هناك حديث بأنه في تحضيرات في إزالة لأسواتر الترابية لا إعادة العمل بالمعبر وافتتاحه السوريين بمناطق شمالي سوريا هناك من يرفض إعادة فتح المعبر مع النظام بذريعة أنه ما أن يفتح المعبر حتى ترتفع الأسعار بمناطقنا المواد ستفقد النظام هو الوحيد المستفيد البعض يقول لا نريد أي شكل من أشكال العلاقة مع النظام البعض يتساءل ما الذي سيقدمه النظام لنا البعض يقول سوى الحشيش والمخدرات ربما رغم أنه نقاط التهريب على كامل الأراضي السورية مفتوحة والبعض يقول ويتوجس بأنه هذه هي بداية لتفاهمات أكبر سياسية بين الطرفين شاركونا اتصالاتكم وأيضا تعليقاتكم على البث المباشر هيا التحرير الشام في الأيام القليلة الماضية استولت على نقاط تابعة للجبهة الوطنية للتحرير هي جهة عسكرية أخرى موجودة في المنطقة يعني هي أقرب لفصاء الجيش الوطني التابعة للاقتلاف الوطني السوري الحكومة السورية المؤقتة يعني تقول بأنه هي امتداد للجيش السوري الحر سابقا الجبهة الوطنية التحرير أو شكل من أشكال الامتدادات هيا التحرير الشام أو جبهة النصرة سابقا فتح الشام لاحقا حشدت عناصرها حسب خبر لموقع تلفزيون سوريا نقلا عن شبكة أخبار الشمال المحررة على تليجرام هاجموا النقاط أطلقوا الرصاص الحي في واحد من العناصر اللي موجودين على النقاط السواتر المواجهة مع النظام أو ما يسمى بالرباط على محور سراقب شرقي إدلب أصيب برصاص هيئة تحرير الشام كل هذا يندرج في إطار بأنه هي التحرير الشام تستعد لأن تفتح هذا المعبر معبر سراقب لا تريد أحد معها تريد أن تعيد أن فتح هذا المعبر مع مناطق سيطرة النظام السوري الجيش الوطني السوري قبل أيام افتتح لساعات قليلة يعني يقال بأنه ساعتين فتح أيضا معبر أبو الزندين مع مناطق سيطرة النظام السوري صار في ردة فعل أغلق المعبر المعبر مغلق منذ سنوات وتتردد الإشاعات بين الفينة والأخرى بأنه سيعاد فتحه الحكومة السورية المؤقتة تقول بأنه لا فتح لهذا المعبر المعبر أيضا هناك أنباء بأنه التحرير الشام تحضر لفتتاح معبر الترنب الواقع على أطراف بلدة سرمين وأيضا مدينة سراقب اللي سيطر عليها النظام السوري أحمد نور أرحب فيك على هورادي روزنا معنا عبر الواتساب من إسطنبول اليوم المعابر هذه الداخلية إذا أعيد افتتاحها ألا تحقق منفعة إنسانية اقتصادية اجتماعية أيضا لا السكان والمدنيين برأيك أهلا يا سيد أحمد أهلا بالنسبة للمعابر أنا بصراحة ما بشوف فعليا النظام هو رح يستفيد لنفتح المعابر بس المناطق المحررة ما رح يستفيد شي كيف أنا بقول لك الشعب يستفيد بحالة وحدة إنه إذا فتحت كل المعابر الداخلية الشعب يستفيد إنه بيحسن بيروحوا بيجي على حلب والشام بالطرق القديمة آه يعني هذا الشيء الوحيد الشعب أيو طرق التهريب شفت يعني كتير عبتكلب آه والناس كتير عم بتعذب وأحيانا أحيانا ما عم يوصلوا يعني عرفت كيف هذا الشيء الوحيد الشعب اللي رح يستفيد منه آه بس شيء تاني مبزن مثل ما قلت حضرتك منه شوي سمعتك قلت منه آه في غير المخدرات والمنوعات رح يوصل يعني يعني في دول عم تغلق حدودها يعني الأوردن تشدد فربما هذا يقولون بأنه قد أيضا يغرق المنطقة التي تعاني أيضا من إنتاج و يعني انتشار المخدرات في الطرف الآخر أي هناك من يرفض الأمر يرى بأنه هذه المناطق لا نريد بأن نفتح ويصير في تصدير أيضا من مناطق سيطرة النظام لهذه المناطق ربما من بعدها يصير في تصدير لتركيا بالتالي أيضا السوق المحلية بمناطق سيطرة النظام ستشهد ارتفاع بالأسعار وهي تعاني كما كل الأسواق يعني هنا الحديث عن الاكتفاء الذاتي الاقتصادي بكل منطقة اليوم ممكن يكون في بداية لتفاهمات اقتصادية بوابطها إعادة افتتاح المعابر برأيك أحمد ولا لا والله بصراحة ما فيني إليك أي أولاء يعني مشكلة الوضع مكركة بعرفت كيف وفعاليا مثل ما قالوا البعض يعني احتمال يصير غلاء أكتر من الغلل اللي نحن فيه هلأ بالمناطق المحرغة لأن النظام فعليا يعني عنده كل شي قليل عرفت كيف عنده كل شي قليل كل شي غالي ويعني المواد الغزائية يعني الكل يعرف الوضع بالنسبة للمواد الغزائية وبنسبة للخضار وكل يعني عرفت كيف دائما بيقولوا أن المتحرر المعيشة حسن للنظام وبطل ما ألتلك يعني الشي الإجابة الوحيد اللي رح يستفيد الشعب منه أنه الناس بتقدروا بتروح تجي على راحتها من دون ما تدفع كل هذه الدولارات اللي عم تدفع أشكر جزيلا شكر على رأيك أحمد أتمنى لك يوم سعيد ربما لا يتوافق عدد من المراقبين للشأن السوري من السوريين مع ما قاله القول بأنه في منطقة وضعها في بحبوحة يعني المنطقة الأخرى يعني تبعا لمنطقة السيطرة هذا الكلام ربما غير دقيق كما تقول أرقام المنظمات الأممية والحقوقية الجوع منتشر في كل سوريا الاقتصاد منهار في كل سوريا أو شبه منهار يعني التذمر موجود في كل سوريا حالة التيه هو إيش بدنا نعمل موجودة في كل سوريا ربما هذه وجهة نظر ربما إعادة افتتاح هذه المعابر الداخلية اللي راح توفر على الناس أنه تقطع الطرق أمام التهريب ودخول البضائع بطريقة غير شرعية ربما تنعش الاقتصاد المحلي تبعا لمنطقة السيطرة هذا الرأي حاضر البعض أيضا يضع إشارات استفهام هل هذا يأتي ما بعد الاجتماعات الروسية التركية على وجه الخصوص هل المنطقة مقبلة على شكل جديد من الانفتاح ما بين القوى المسيطرة بدايته ستكون بالمعابر أنه هذه بداية العلاقة فتحنا المعابر وعادت العلاقات الاقتصادية والسياسة جاية بعدين نذهب الآن ونرى استطلاع أجرينا في وقت سابق سألنا الاستطلاع جاهز صح يا آش جاهز سألنا مجموعة من المدنيين في شمالي شرقي سوريا وشمالي غربي سوريا فيما إذا كانوا هم شخصيا تأثروا بإغلاق معبر أو فتحه أو إعادة افتتاحه عن رأيهم بإعادة افتتاح المعابر الداخلية في سوريا ومن بعد الاستطلاع رح نذكر بعض المعلومات حول المعابر الداخلية وبالتأكيد نستقبل اتصالاتكم نصالحنا وإذا فتح تبع ترقية كل شيء يرخص عننا من فواكه من كذا تبع ترقية فتح تبع النظام بيغلع علينا بضاعة النظام وبضاعتنا بتغلع علينا تبع الترقية لأنها تصدر للنظام تبع الترقية من أجل بيغلع علينا 15 يوم تبع الترقية تبع الترقية المعابر المعابر الداخلية طبعاً نحن ما تأثر فيها بشكل كبير لأنه معظم المواد التي تأتينا من النظام أو من المعابر الداخلية هي عبارة عن كماليات وإذا فتاح رح يكون من عنا يسحب مواد أساسية نحن بحاجة جماسة الفتحة المعابر حتى تبتعوا مجلة الشحن سواء من أدوية من خضار من بغوليات طبعاً الشيء المؤثر بالنسبة للمعيشة من سنتين كان الوضع عنا هون من ناحية المواد الأساسية من زيت من عنب من تين من هالأمور هاي اللي نحن أساسنا عايشين عليها واربينا عليها كانت ترخيصة هون بسبب قلة تصديرها على أوروبا وتركيا بفتح المعبر وصار فيه سماح للتصدير للتجار أنا كفلاح أربح لي إلى شخصياً بس أغلى على المواطنة مو بس تأثير شخصي علي أنا كشخص التأثير على كل الناس أول شغلة ارتفاع الأسعار الشغلة الثانية الحالات المرضية والعبور طبعاً لأي إنسان إن كان موظف ولا مدني ولا بحاجة مرض حتى ارتفاع الأسعار بالضبط أذبية بالذات أثرت على كل المواطنة لما كان في معابر بيننا وبين النظام كان سعر البانزين اللتر 250 ليرا لما يصير مغلوق يتسكر الطريق يصير اللتر حقه 500 ليرا كل الأسعار تدابل لما فتحوا طريق من تركيا صار تجل عندنا المحروقات كلياتها صار الأسعار كلياتها أرخصة عندنا بكثير بكثير إذن هذه كانت أراء عدد من السوريين في شمالي شرقي سوريا وشمالي غربي سوريا في استطلاع عجرينا سابقا لروزنا ربما بالربط لمن استمع يعني ناقشنا بحلقة منذ أيام حول موضوع تأثير مناطق النفوذ المختلفة القوى المسيطرة هذا العزل الحاصل بين المناطق على بنية المجتمع السوري وعلى وحدة المجتمع السوري ربما ما استمعنا إليه له آثار اجتماعية يعني الغالبية اللي ظهروا يقول لك اللهم أسألك نفسي أنا بدي مناطقي يعني المنطقة تبعيتنا ما بدنا إياها تتأثر وكأنه يتحدث عن دولة أو دويلة يعني وهذا البعض يقول بأنه مفهوم ومقدر العالم بدها مصالحها الشخصية يقول لك أنا ما عادي أنا بدي الأسعار تبقى على ما هي عليه ما ترتفع وخلاص أنا هذا اللي يهمني فناقشنا وكان الغالبية ممن صوتوا على سؤال الحلقة آنذاك بأنه السوريين ربما لا يعرفون أخبار بعضهم البعض وأيضا ناقشنا جزئية إذا ما كانوا يهتمون لأمر بعضهم البعض اليوم في حالة هذه الحالة اللي ما عادت مؤقتة من السيطرة القوى المسيطرة أصبحت أربع قوى رئيسية مسيطرة تترك أثر على بنية المجتمع على النسيج المجتمعي هذه وحدة سوريا أرضا وشعبا هذه اللي نسمعها دائما في البيانات ربما اللي سمعنا أنه إحنا الآن في أمر واقع في سلطات أمر واقع بدنا واقعنا ما يتأثر لأنه بمجرد ما فتحت المعابر سيتأثر واقعنا في وجهة نظر أخرى أيضا سمعنا أنها بأنه الأمر سيعود إلنا بالنفع حتى من ناحية السفر والزيارات والذهاب من منطقة لا أخرى أذكر بأنه باب المشاركة مفتوح لمن يرغب لا تترددوا وشاركونا بوجهة نظركم رأيكم ربما إذا عادكم تعقيب على ما ذكر بالاستطلاع على المعلومات الواردة في الحلقة واتساب صفرين ثلاثة ثلاثة ثمانيات اتصال أرضي من تركيا صفر ثمانمية وخمسين أربعة أربعة سبعات خمس وستين طبعا تحدثنا عن معبر سراقب عن معبر الترنبة هاي ما بين مناطق سيطرة هيئة تحريز الشام والنظام السوري أيضا معبر أبو الزندين والحديث والشائعات بأنه فتح ما فتح هل سيقتصر فقط كما اعتدنا خلال السنوات الماضية على العمليات تبادل الأسرى لحالات الإنسانية ولا لا أيضا رح يكون في توجه جديد يعني هذا ما يخص شمالي سوريا في شمالي شرقي سوريا أيضا هناك إعادة لافتتاح معبر الصالحي هذا حتى نأخذ الصورة بالمشهد العام معبر ما بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري أكدته شبكات محلية أغلق لفترة تسعة أشهر اليوم أعيد افتتاحه هل هذا مؤشر بأنه الأمور أمور المعابر الداخلية في اتفاقات حول إعادة فتحها بالجملة أيضا في مادة لموقع عنب بلدي بأنه مناطق شرقي محافظة دير الزور شهدت توتر عقب أنباء عن تحضيرات قوات سوريا الديمقراطية لفتتاح معبر مائي للتبادل التجاري مع قوات النظام في مجموعة مسلحة من سكان بلدة الشحيل جاهزت ساتر ترابي قرب موقع البناء وهددت بأنه أي آلية تمر منه راح نحرقها لأنه هذا راح يؤثر على عمليات التهريم هذا حسب الخبر حسب أحد أعضاء شبكة نهر ميديا لعنب بلدي بأنه شخص قيادي في قصد اسمه الضبع هو اللي حصل على ترخيص لا افتتاح معبر مائي مع قوات النظام بشكل نظامي طيب خلينا نروح الآن هذه المعابر الداخلية ربما ملكل عنده طلاع عن المعابر الداخلية في معابر تربط سوريا مع الحدود مع الأردن الآن معبر نصيب أعيد افتتاحه أيضا جرى أغلاق جزئي إلو مع مناطق سيطرة النظام السوري في معبر مع لبنان المعابر مع تركيا في الآونة الأخيرة كل التركيز على معبر باب الهوى في مطالبات الافتتاح المعابر بمناطق سيطرة الإدارة الذاتية لا المساعدات الإنسانية على الأقل مع العراق اليعربية في هذه المعابر الداخلية اللي صارت في السنوات الماضية لأنه في قوى مسيطرة مختلفة في سوريا بمادة بحثية مركز جسور للدراسات للأستاذ خالد التركاوي والأستاذ عبادة العبد الله وبشير نصر الله وأناس شواخ ومجد كيلاني عملوا خريطة تحليلية للمعابر يعني حسب الدراسة وهي أعدت في عام 2021 بين مناطق سيطرة نظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية في تسع نقاط تهريب في سبع معابر تجارية ومدنية بآن واحد في معبر واحد مدني بين قوات المعارضة المسلحة يعني هم يسمون المعارضة المسلحة لمناطق هيئة تحرير الشام والجيش الوطني بين قوات المعارضة وقوات النظام السوري في معبرين تجاريين فقط بين مناطق قوات المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية في ثلاث نقاط تهريب ومعبر تجاري ومدني بآن واحد بين أيضا مناطق المعارضة المسلحة على حسب توصيف المادة البحثية في معابر ما بين مناطق هيئة تحرير الشام ومناطق الجيش الوطني في معبرين تجاريين ومدنيين بآن واحد موسيقى إذن الحصيلة هي 25 معبر داخلي معبر مدني واحد معبرين تجاريين 12 نقطة تهريب ومعبر مدني تجاري عددهم 10 يعني الأغلب هو لا نقاط التهريب آدم حمزة كتب على البث المباشر يعني ما عليش اللي عم يطلعوا ينظر علينا عن خطورة هاي المعابر كلهم قاعدين بفناتق خمس نجوم أو شوية ذباب إلكتروني على حد وصفه مهم توتر ديد أقوال من يستأجره أو غسل دماغه جميع خبراء الاقتصاد وحتى اللي يعرف ألف باء الاقتصاد يرى في عمليات التبادل التجاري وسيلة لتكافل الشعوب بشكل غير مباشر وتبادل الخبرات والمعرفة والسلع وبالتالي يحقق الزهار ويعود بالنفع على الفرد ومستوى معيشته هذا رأيي آدم حتى الاقتصاديين ناقشنا الموضوع بحلقات سابقة هناك من يرى بأنه يعني هذه حالة الاكتفاء الذاتي على مستوى المناطق ربما فتح التبادل التجاري ما بين المناطق قد لا يكون أفضل للمنطقة هذا سمعنا أيضا مع اتصال من عبد الرزاق عبد الرزاق بعجالة إذا سمحت رأيك بموضوع النقاش لأنه ما عاد معي الكثير من الوقت تفضل أنت على الهواء السلام عليكم أهلا عبد الرزاق تمام وأنت أنا أقول على الصعيد الإنساني يعني كثير كويس يعني في كثير أهالي مع بودر يشوفوا أهاليهم في المناطق المحررة مع بودر بروحوا لعندهم يعني ممكن أبدهات كثيرة كبرت في العمر وأنا واحد والدي منهم يعني صل بسبع سنين ما شفته ومع بحثين يطلع ما بيقدر يروح بطرق غير شرعية يعني صعبة عليه موضوع السبعينات فأنا أقول على الوضع الإنساني أفضل يعني أنه يكون فيه عابر ويصير الأمور جيدة يعني وبالنسبة للتجار يكون متبادل فائدة بالطرفين يعني تعود للطرفين ممكن يعني ليش لا يعني اتصاديا تمام أشكرك جزيلا شكر يعني عبد الرزاق يرى بأنه وهو يعني يتفق مع وجهة نظر نسبة لا بأس بها بأنه سيعود الأمر بالنفع علينا بالتعليقات على بوستر الحلقة قبل ما أختم أبو عمار حموس كتب إنسانيا مدنيا أكيد فيه نفع ووقف تهريب البشر بمبالغ خيالية وخطورة كبيرة على حياتهم اقتصاديا المنفعة للنظام أكبر بكثير والرأي له أبو عمار أبو تيم كتب ليش يحد عم يشتغل للشعب كله لمصالحه الشخصية بده دراسة علوم اقتصادي وعلوم سياسية وهل تتماشى مع المصلحة العامة لكن للتنويه لا يوجد سلطة كاملة بين تركيا ونظام ونحن بالشمال المعبر لنا شم ولا الدو هذا رأي لا كان أبو تيم وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج صدى الشارع خلونا نشوف نتيجة الاستطلاع اللي أحسين كتب أيضا المعابر التجارية والمدنية خطوة جيدة نحو الحل والحد من التهريب هل يتفق معهم من صوت على سؤال الحلقة؟ نرى سألنا هل افتتاح المعابر بين مناطق سيطرة النظام السوري والمعارضة في شمالي البلاد هل تحقق منفعة انسانية واقتصادية للمدنيين؟ 35% قالوا نعم تحقق منفعة انسانية واقتصادية وخمسة وستين بالمئة قالوا لا لا تحقق أي منفعة أو على الأقل ما في استفادة للسكان بكل المناطق مع الأسف على الضفتين من موضوع إعادة افتتاح المعابر نراقب في حال حصل أي أمر رسمي بالتأكيد تجدونه على موقع روزنة الإلكتروني من ناحية إعادة افتتاح المعابر في شمالي سوريا بشكل رسمي الحديث الآن عن معبر سراقب على وجه الخصوص أترككم بعد نصف ساعة تقريبا من الآن مع الزميلة ليلة ببرنامج ميكريفون أشكر لكم حسن الأصغاء وأيضا لمن شاركنا في حلقة اليوم تقبلوا تحياتي أنا محمد الحاج وفريق العمل دمتم بخير